السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمني والبركات ومعا نجدد التحية عبر ملتقى الفكر الإسلامي في هذا الشهر الكريم شهر رمضان هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن هذا الشهر الذي يشعر الإنسان أنه فيه إلى الله أقرب في هذا الشهر الكريم والإنسان يقرأ القرآن الكريم يرى هذا البعد الكبير بعد روحي لا يمكن أن يتكرر إلا في رمضان قراءة القرآن الكريم في رمضان عمل أخلاقي طيف وكداني نوع من أنواع التوبة نوع من أنواع الأوبة نوع من أنواع الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يتأمل الإنسان الناس في رمضان وهم يقرؤون القرآن فسبحان الله رب العالمين تجد من يقرأ القرآن بقلبه وعقله ولسانه كلها نيات طيبة لكن هذه النيات الطيبة تحمل قلوبا سليمة ما بال رمضان يحمل الخير دائما وأول هذا الخير هو القلب السليم والنية الطيبة رمضان شهر المراقبة في هذا الشهر الكريم يراقب الإنسان نفسه فليس بينه وبين الله إلا أن يكون صاحب ضمير حي إلا أن يكون صادقا إلا أن يكون على يقين من أنه أمام رب العالمين هو وحده الذي يراه ويعرف أسراره وذلك غير باقي شهور العام فالناس يشاهدون الإنسان ولعلهم يقولون هذا الإنسان صالح أو غير هذا من الكلام لكن في رمضان فالإنسان وعلاقته بربه علاقة خاصة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى رمضان شهر المراقبة هو عنوان هذه الندوة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي في هذا الشهر الكريم وفيها يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام بفضيلة الشيخ محمد كساب من علماء وزارة الأوقاف المصرية أهلا وسلام يا فندم سعدا بكت حضرتك معنا ونرحب بفضيلة الدكتور محمد أحمد حامد من علماء وزارة الأوقاف المصرية أهلا وسلام فضلك الدكتور سعدا بكت فضلتكم معنا ولكل من الضيفين الكريمين كلمة على جزئين نبدأ الجزء الأول من الكلمة الأولى مع فضيلة الشيخ محمد كساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فكل عام وحضراتكم جميعا بخير إنه شهر رمضان إنه شهر الخيرات كلها شهر الرحمات كلها شهر النسمات شهر القلوب الطيبة شهر النفوس المقبلة على ربها عز وجل رمضان شهر المراقبة بل إن رمضان مدرسة المراقبة الله عز وجل من أسمائه الرقيب قال سبحانه إن الله كان عليكم رقيبا الله عز وجل يراقب عباده يراقب ظواهرهم يراقب بواطنهم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى قال عن نفسه يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى يعلم السر ويعلم الذي هو أخفى من السر فهو سبحانه يعلم حديث النفس الذي يكون بين الإنسان وبين نفسه ورمضان درس عظيم للمراقبة لو تعلمه الإنسان في رمضان واستثمره باقي عمره لتغيرت حياته إلى الأفضل ولابد إذا عاش الإنسان بتلك الروح التي يعيشها في رمضان أن صيامه لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل الصائم في رمضان يصوم لله عز وجل وحده لأنه حر فيما يعمل قد يكون الإنسان أمام الناس صائما لكنه ربما يفتر بينه وبين نفسه ولا يمنعه من تناول الطعام الذي يحبه ومن تناول الشراب الذي يهواه إلا أنه يعلم أن الله تعالى يراه أن الله تعالى يراقبه أن الله تعالى يسمعه ويبصره ويطلع عليه فاسم الله تعالى الرقيب يتعلق باسم الله تعالى السميع ويتعلق باسم الله تعالى البصير والمسلم الصائم عندما يتعبد الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى فإنه يحافظ على صيامه ظاهره وباطنه فإذا حافظ على ظاهر صيامه فلم يتناول مفطرا أبدا فإنه يحافظ أيضا على قلبه يعلم أن الله عز وجل يطلع على قلبه يعلم أن الله عز وجل يرى ما في قلبه فيشغل وقته دائما بالطاعات والقربات والإقبال على الله تعالى رب العالمين يصلح نفسه في رمضان ويصلح العباد به في رمضان ينفع نفسه في رمضان وينفع وطنه في رمضان وينفع دينه في رمضان وحاديه إلى ذلك كله معرفته أن الله تعالى يراقبه والمراقبة تتعلق أيضا بمقام الإحسان إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله سيدنا جبريل الأمين عليه السلام في الحديث المشهور بين الناس أنه سأل نبينا صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ذلكم مقام المراقبة الذي لو تمثله الإنسان في حياته لكان إلى الله تعالى أقرب لكان سالكا طريق الفلاح في الدنيا واصلا بإذن الله تعالى إلى طريق النجاة في الآخرة لأنه في كل حركاته في كل سكناته في كل أمور حياته يعلم أن الله تعالى يراقبه في عباداته يعلم أن الله تعالى يراقبه إذا أراد أن يفعل شيئا لا يحبه ربه فإنه يعلم أن الله تعالى يراقبه وقتها ينتهي عن الفحشاء والمنكر ينتهي عن الرذائل كلها إذا تفكر في عباداته أنه يراقب الله وأن الله تعالى يراه وأنه سبحانه يطلع عليه فإنه ولا بد يجود عباداته يحسنها نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا صف الناس في الصلاة قال لهم صلوا صلاة مودع إذا صل الإنسان وعلم أن الله تعالى يراه ويطلع عليه يعلم أنه في قبلته متوجه إلى الله عز وجل فإنه ولا بد يحسن صلاته يجود صلاته يشعر بالتكبير وحلاوته يشعر إذا دخل في صلاته أن الله أكبر من كل شيء يترك الدنيا خلف ظهره في كل عباداته سواء كانت هذه الشعائر التي بينه وبين ربه عز وجل أم كانت عبادات تتعلق بنفع الناس تتعلق بصلاح المجتمع وإصلاحه تتعلق بخدمة الوطن في كل ذلك إذا كان يحدوه أنه يعلم أن الله تعالى يراقبه فإنه سيصل بإذن الله تعالى إلى ذلك المقام العظيم وفضله يقول ربنا عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فلا يعمل الإنسان عملا إلا ويعلم أن الله تعالى شاهد عليه وأن ذلك العمل معروض على ربه سبحانه وتعالى وإذا تأملنا في سير الصالحين الذين حدثنا عنهم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يجد المراقبة كانت خيرا لهم في دنياهم وفي أخراهم إذا تأملنا حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله وتخيرنا منهم قول نبينا صلى الله عليه وسلم ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ذلكم الرجل دعته الدنيا بأسبابها لكنه ما الذي جعله يمتنع عن تلك المعصية إنه المراقبة يعلم أن الله تعالى يراه ويسمعه وإذا أذنب فسوف يعاقبه لذلك فقد انتهى عن تلك المعصية ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء السبعة قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله ذلكم الرجل أيضا الذي دعاه إلى إنفاق ما عنده مع أن النفس تحب المال قال الله عز وجل وآت المال على حبه كلنا يحب المال لكن الذي دعاه إلى إنفاق المال كثيرا مضاعفا وهو لا يحسب ذلك المال الذي يخرج وإنما يحتسب أجره عند الله عز وجل ويبالغ في إخفاء عمله الصالح حتى لم تعلم شماله ما أنفقت يمينه إنما الذي دعاه إلى ذلك كله هو مراقبته لله عز وجل هو يعلم أن الله يراه يعلم أن تلك الصدقة هي عند الله عز وجل عظيمة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون عند الله تعالى أعظم من الجبل كذلكم في قول نبينا صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هذا الرجل راقب ربه سبحانه في خلوته هذا الرجل تذكر تقصيره بين يدي الله عز وجل وعلم يقينا أن الله تعالى يراقبه لذلك فاضت عيناه بالدموع لذلك استحق أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله كذلكم إذا تأملنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عن تلك الصخرة التي سدت الغارة على ثلاثة نفر فقال أحدهم لن ينجينا إلا أن ندعو الله تعالى بأعمالنا الصالحة فكان من هؤلاء رجل تمكن من ابنة عمه وهو يحبها ولكن الذي منعه أن يفعل معها شيئا يغضب الله عز وجل هو مراقبته لله تبارك وتعالى عندما قالت له اتق الله فإذا بالوازع الإيماني قد ظهر وإذا بإيمانه قد نبهه وإذا به يوقن ويعلم أو يتذكر أن الله تعالى يراقبه ويراه ويسمعه لذلك كان ذلك حاديه إلى أن ينتهي عن كل ما يغضب الله عز وجل فدع الله تعالى بعمله الصالح ففرج الله تعالى عنه المراقبة درس عظيم من دروس رمضان وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد كساب من علماء وزارة الأوقاف المصرية على هذه الكلمة الطيبة وهي التي نسعى إليها جميعا أن تكون الكلمة الطيبة هي عنوان كل قلب سليم خاصة مع نفحات هذا الشهر الكريم هذا الشهر الذي كله رحمات وأنوار من عند المولى عز وجل هذا الشهر الذي يكون الإنسان فيه أقرب إلى رب العالمين هذا الذي قال عنه البعض يا ليت العام بأكمله رمضان كي يصبح أجمل هؤلاء هم بعض الصالحون الذين رأوا أن الحياة كلها إنما تكمن في مثل هذا الشهر والأعمال الطيبة التي تكون فيه الكلمة الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد حامد من علماء وزارة الأوقاف في جزئها الأول وإن شاء الله بعد هذه الكلمة نعود ونواصل مع فضيلة الشيخ محمد كساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك هذا الشهر العظيم الذي أدعو الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا وجميع بلاد العالمين ولي الشرف أن أكون في ملتقى الفكر الإسلامي بصحبتكم وبصحبة أخي الحبيب الدكتور محمد كساب وأدعو الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما ونقول وبالله التوفيق إن المراقبة تكون في الدين كله وفي حياة المسلم في كل شؤونه وأخص أوقاتها في رمضان في رمضان الكريم وبداية راقب يراقب مراقبة ورقيبا مادة هذه الكلمة تدور حول الملاحظة والمتابعة وإذا جاز التعبير التفتيش فهي كلمة قديمة حديثة تستخدم في هذا الأمر متابعة وملاحظة وكلمة مراقبة مراقبة إذا نسبت إلى الله عز وجل وضيفت إلى الله عز وجل نقول مراقبة الله تعالى تعني الخوف من الله عز وجل تعني خشية الله عز وجل وهي على أمرين الإنسان خاصة في رمضان يعني رمضان مدرسة رمضان مدرسة تكفي الإنسان أن يستقيم سلوكه في العام كله لأن الإنسان في رمضان يرتقي ارتقاء إذا جاز التعبير قد يفوق الملائكة لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يأكلون ولا يشربون ويطيعون الله عز وجل العبد المؤمن في رمضان لا يأكل ولا يشرب ويطيع الله عز وجل إلى جانب أنني يعني كإنسان خلقني الله عز وجل بشهوة قد يميل الإنسان والإنسان مخير في أن يأكل أو أن يشرب أو أن يفعل أمرا معينا يغضب الله عز وجل في خلوته إذا كان يريد أن يرائي الناس إذا كان يريد أن يخدع الناس إذا كان يريد أن يغش الناس كيف يستطيع الإنسان أن يرائي الناس أو أن يغش الناس بالصيام كيف ينافق الإنسان بالصيام إذا كنت أنا خاليا ولا يطلع علي إلا الله وأمتنع عن الأكل وعن الشراب وأمتنع عن ذلك وأنا قد يكون الإنسان في بعض الناس يكون به حالة من الجوع أو به كذا ولكن يمتنع ويمنع نفسه وإذا توضأ بحذر لماذا يفعل ذلك كله؟ يفعل ذلك كله لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه ربا يعلم السر وأخفى ربا يراقبه في كل لحظة الإنسان المسلم يعلم ويوقن تمام اليقين أن الله عز وجل معه الله عز وجل يقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليه فالله عز وجل يراقب الإنسان في كل لحظاته الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيل الله عز وجل يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فأنا أعلم أن الله عز وجل مطلع علي وأنا صائم فأنا أمتنع عن الصيام عن الأكل وعن الشراب وأمتنع عن الشهوات وألتزم أنا أمتنع عن طاعة أمتنع ذلك التزاما لأمر الله عز وجل لأنني حينما خاطبني الله عز وجل بالصيام لم يخاطبني بالإسلام ولكنه خاطبني بالإيمان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وهنا إشارة إلى أن الصيام أمر يجعل الإنسان في تمام الاعتقاد يجعل الإنسان ملتزما يجعل الإنسان منفزا وهذا حال المؤمن يقول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون يكفيني من الله عز وجل أن الله قال ويكفيني من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الله وإذا قال رسول الله أنا لا أملك إلا أن أقول سمعنا وأطعنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصيام بمعنى الامتناع ليس في ذاته غاية إنما هو وسيلة تصل بالعبد المؤمن إلى التقوى والتقوى لها معاني كثيرة والله عز وجل قبل أن يذكر الصيام في ربع الصيام في أول الربع ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذه هي التقوى كل هذه الأفعال هي التقوى وكل هذه الأفعال مطلوبة من المؤمن في رمضان إنسان المؤمن في رمضان لا يكفي أن يصوم أو أن يمتنع عن الطعام والشراب فقط لا إنه يمتنع عن الغيبة يمتنع عن النميمة يمتنع عن أكل أموال الناس بالباطل يعمل بالإتقان يعمل بالصدق يعمل بالحق يكون ملكا يمشي على الأرض ولذلك يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الذين يحولون الوسائل إلى غايات الوسيلة وسيلة والغاية غاية الصيام وسيلة غايتها التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إذا صام الإنسان وكان يكذب أو كان يظلم الناس أو كان لا يتقن في عمله أو يتكاسل أو كان مقصرا أو كان يسيء إلى جيرانه أو يسيء إلى الناس كيف يحقق الصيام كيف يصل إلى التكوى العبادات في الإسلام توصلك لا بد لها من ثمرة تعود في سلوك المسلم كل العبادات ربنا سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لها حقيقة ولها أثر فاعلم أنه لا إله إلا الله تستقم على هذا الأمر فاستقم كما أمرت عندما يأمرك بالصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والبنكر الصلاة صلة الصلاة سلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلام وأمان للناس جميعا عندما يأمرك بالصيام يأمرك بالسلوك المنضبط عندما يأمرك بالحج لا بد أن يكون حجا من حلال لا بد أن يكون خالصا لوجه الله وأتم الحج والعمرة لله ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه لم يرفس ولم يفسق لذلك كل الناس يذهبون إلى المناسك يؤدون المناسك ولكن هل كلهم قبل منهم الحج هناك من يقال له أعدما يقول لبيك اللهم لبيك يقال له لا لبيك ولا سعديك وهناك من يقول لبيك وسعديك والخير في يديك الإنسان الذي يراقب الله عز وجل ويعلم أن له ربا يراقبه لا يعول على الناس إنما يعول على الله لذلك الإنسان عندما يخفي صدقته عندما يخفي أعماله الصالحة عندما يعني ربنا سبحانه وتعالى يجازي من جنس العمل عندما يقوم الإنسان ليلا ويصلي ركعتين لله ويريد أن لا يراه أحد ولا يطلع عليه إلا الله يقول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمع في أثناء الليل يقوم ويصلي ثم ينام ولا يعلم أحد أنه صلى أنه صلى لله ولذلك كما أخفيت عبادتك أخفى الله عز وجل لعنا جزائك وسوابك العظيم وفي الإخفاء ما يغني عن الإظهار يقول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة آية هكذا حال الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة وانظر إلى دقة التعبير القرآني في قول الله عز وجل لا نريد منكم الإنسان الذي يطعم في رمضان الذي يتصدق في رمضان الذي يعطي في رمضان وفي غير رمضان رمضان مدرسة للسنة كلها لا نريد منكم لو قال القرآن الكريم لا نريد جزاء ولا شكورة يبأ أنا لا أريد جزاء مطلقا ولكن لا أريد منكم وإنما أريد من الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا كمطريرا نخاف في خشية في مراقبة ولذلك العطاء في هذه الصورة الكريمة بعد هذه الآيات عطاء عظيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إلى آخر الآيات إلى أن يقول الله عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن الإنسان عندما يراقب ربه سبحانه وتعالى يخشاه ويحذره ويخشى أن يراه الله على معصية ويخشى أن يكون الله عز وجل أهون الناظرين إليه عندما يراقب ربه ويفعل ذلك يعلم إلى جانب ذلك أن الله ناصره أن الله معه أن الله حافظه لا يشك لحظة في نصر الله عز وجل في فرج الله عز وجل ولنا الأسوة الحسنة في الأنبياء الذين يراقبون الله والذين يقومون على حدود الله وتبليغ رسالة الله إذا حدثت ضائقة أو حدث أمر يتوجه إلى الله ويأتيه الفرج مباشرة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ربنا سبحانه وتعالى يقول فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغمب وكذلك ننجي المؤمنين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أرقد برجلك هذا مختسل بارد وشراب فالإنسان يعلم أن الله معه سيدنا موسى عليه السلام عندما حوصر هو وأصحابه والبحر أمامهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون بحكم الحسابات البشرية وبحكم قال كلا بملء فيه إن معي ربي سيهديه قال كلا إن معي ربي سيهديه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وسيدنا أبو بكر يخشى عليه ويقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا يقول الله عز وجل إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فمعية الله عز وجل تأتي من مراقبة الله عز وجل نقول هناك معي عامة الله يلاحظني وهناك معي خاصة أن الله يحفظني كما أن الله يراقبني وأنا أخشاه هو أيضا سبحانه وتعالى يحفظني ويرعاني ويكون معي في كل حالاتي ويستجيب لك ولا يتركك ربك وحيدا أبدا لأن الله معك إن الله معنا وهذا لسان حال المؤمن دائما الذي يخشى الله والذي يقدم في كل أحواله ويدعو الله عز وجل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سيدنا يونس عليه السلام قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فمراقبة الله عز وجل أمر لا ينفك عن الإنسان أبدا المؤمن يعيش حياته كلها بمراقبة الله عز وجل فيتدرع إلى الله ويخشى الله ويراقب الله عز وجل ويلجأ إلى الله في كل أحواله ربي معي فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التقدير وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا فالإنسان دائما وفي كل أحواله يوقن تمام اليقين بأن الله عز وجل معه يوقن تمام اليقين بأن الله عز وجل ناصره يوقن تمام اليقين بأنه لا يغيب عنه لحظة الله عز وجل يعلم السر وأخفى الله عز وجل عالم بكل ما يكون فيه الإنسان في كل حالاته فوجبنا أن نعي ذلك جيدا وأن نكون نحسن المراقبة لله عز وجل حتى نسعد في الدنيا والآخرة وجزاكم الله خير شكرا جزيلا وبرك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد حامد من علماء وزارة الأوقاف المصرية على هذه الكلمة الطيبة وكانت كلمة فضيلته في جزئها الأول وأن شاء الله هناك جزء لاحق بعد الجزء الثاني من كلمة فضيلة الشيخ محمد كساب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فآخذ من طرف كلامي الدكتور محمد أحمد حامد حفظه الله تعالى أن المراقبة قيمة تشمل الحياة كلها المراقبة قيمة إيمانية تشمل الحياة كلها دعونا نتصور الزوجة في بيته الذي يراقب الله عز وجل في علاقته مع زوجته والزوجة في بيتها إذا راقبت الله تعالى في معاملة زوجها في معاملة أولادها إذا راقب الزوجان ربهما عز وجل في تربيتهما لأولادهما تغيرت الحياة إلى الأفضل ولا شك لأنهم يعلمون أن الله تعالى يرى ويسمع ويراقب ويحاسب ذلكم الموظف الذي يراقب الله تعالى في عمله أترونه يغش؟ أترونه يأخذ الرشوة أو يعين عليها؟ أترون التاجر يتاجر بأزمات الناس إذا كان مراقباً الله عز وجل لا يكون هذا أبداً لا يتاجر بأزمات الخلق وهو يعلم أن التاجر الأمين الصدوق يوم القيامة مع النبيين والشهداء والصديقين أو كما وعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلكم الصانع الذي يعلم أن الله تعالى يراقبه لابد أن يتقن صنعته يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه فكل أولئك ربما يراعون رقابة خارجية ظاهرية بشرية وهذا مهم ولكن الأهم أن يراعي كل منا رقابته لله عز وجل ورقابة الله تعالى له ثم يراعي رقابته الذاتية يراعي ضميره الحي إذا عاش الإنسان بتلك المشاعر المراقبة لله عز وجل حسن ظاهره وجود باطنه ذلكم أن المراقبة لها أجر عظيم عند الله عز وجل وكما قال أستاذنا معية الله عز وجل جزاء المراقبين لربهم عز وجل الذين يعيشون بتلك القيمة العظيمة يقول الله سبحانه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لأنهم يخشون ربهم عز وجل بالغيب يعلمون أن الله تعالى وإن لم يشاهدوه فإنه سبحانه يراهم لذلك فإنهم يعاملون الله عز وجل وحده في كل حياتهم فما الجزاء لهم مغفرة لذنوبهم التي وقعوا فيها أو قصروا مغفرة وأجر كبير ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم عندما علم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو خلفه يركب قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تجده أمامك ذلكم الذي يراقب الله عز وجل في خطراته ذلكم الذي يراقب الله عز وجل في كل أعماله إنما جزاؤه أن الله تعالى يحفظه في نفسه يحفظه في أولاده يحفظه قال الله عز وجل وكان أبوهما صالحا أي لأن أباهما كان يراقب الله عز وجل فإن الله عز وجل قد حفظ أولاده الوالد الذي يراقب الله تعالى في كل أقواله في كل أفعاله إنما يحفظ الله تعالى ذريته من بعده يقول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليراقبوا الله عز وجل بتقواه فليراقبوا الله عز وجل فلا يقولوا إلا القول السديد لأنهم سوف يتركون أولادهم لهذه الدنيا فمن الذي يحفظهم إنه الله عز وجل ومتى يحفظهم ربهم بعد فضله عز وجل وأعمالهم إنما يحفظهم الله عز وجل بصلاح الآباء بمراقبة الآباء لربهم عز وجل ذلكم الابن الذي يراقب الله تعالى في أبويه فيبرهما لله عز وجل يخلص لله عز وجل في البر فكما قال أستاذنا إن المراقبة تتعلق بالإخلاص ولابد المراقبة تتعلق بالإخلاص الذي يعلم أن الله تعالى يراقبه لا يعمل عملا إلا لله عز وجل وحده لا يرى الناس في الأعمال الصالحة لا ينتظر جزاء من عند الناس في الأعمال الصالحة لأن الله تعالى أمرنا بمراقبته في عباداته بأن نخلص النية لله عز وجل فيها قال ربنا وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن ناسا لم يراقبوا الله عز وجل في عباداتهم فكان جزاء عباداتهم وبالا عليهم فكان ثواب عباداتهم خسارة لهم يوم القيامة حديث عظيم حدثنا به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن ناسا يحسبهم الناس في الدنيا من الصالحين بل من أعظم الصالحين لكنهم في عباداتهم لم يراقبوا الله عز وجل لكنهم في أعمالهم الصالحة إنما قصدوا وجوه الناس فبدلا من أن يكونوا يوم القيامة في الفردوس الأعلى من الجنة إذا بهم يوم القيامة يكونون أول من تسعر بهم نار جهنم نسأل الله تعالى السلامة والعافية وذلك لأنهم لم يراقبوا الله عز وجل في أعمالهم الصالحة إنما راقبوا الناس ونظراتهم وإعجابهم راقبوا الناس وأقوالهم وثناءهم فرجل كان من أعلم الناس كان رجلا عالما كان رجلا حافظا للقرآن الكريم لكنه لم يراقب الله عز وجل في عمله الصالح العظيم هذا إنما تعلم القرآن وعلمه للناس ليقال قارئ ليقال عالم فينتظر يوم القيامة الثواب لكنه يجد مفاجأة لا تسره نسأل الله السلامة والعافية إن الله تعالى إذا سأله فأجاب ربه وقال يا ربي قد تعلمت القرآن فيك قد قرأت القرآن فيك أي من أجلك يقول الله عز وجل له كذبت وتقول الملائكة له كذبت بل تعلمت ليقال عالم وقد قيل والثاني رجل جاهد في سبيل الحق ونصرته لكنه مع جهاده هذا في سبيل الله عز وجل ظاهرا في سبيل الله لكنه كان باطنا في سبيل الناس في سبيل فناء الناس ليقال فلان شجاع جريء فإذا به يفاجأ أيضا إذا أجاب ربه وقال يا ربي قاتلت من أجلك فيقال له بل قاتلت ليقال جريء يقال له كذبت يقول ربه له كذبت وتقول الملائكة له كذبت والثالث رجل كريم منفق في وجوه الخيرات لكنه لم يراقب الله تعالى في إنفاقه هذا في صدقته العظيمة قد أخرج أموالا كثيرة ولكنه لم يراقب رب العالمين راقب الناس راقب ثناءهم راقب سمعته بينهم سمع بأعماله الصالحة فعندما يسأله ربه فيجيب مولاه ويقول يا رب أنفقت آناء الليل وآناء النهار فيك أي من أجلك فيقول رب العالمين له كذبت وتقول الملائكة له كذبت روي الحديث في إحدى الروايات هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكبي وقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم نار جهنم نسأل الله السلامة والعافية وذلك لأنهم قوم لم يراقبوا الله عز وجل لكن رمضان فرصة لأن نفيق أننا مراقبون من رب العالمين فلنعمر الدنيا بالصالحات فلنعمر الدنيا بما ينفع أنفسنا وينفع أهلنا وينفع ديننا وينفع وطننا حتى نرضي الله عز وجل لا نريد من الناس جزاء ولا شكور إنما نريد فضل الله تعالى وجزاءه وتوفيقه في الدنيا وعفوه وكرمه ورحمته في الآخرة اللهم آمين وكل عام وحضراتكم بكل خير وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام وحضرتك بكل خير فضيلة الشيخ محمد كساب كان هذا هو الجزء الثاني من كلمة الشيخ محمد كساب عودة إلى الجزء الثاني من كلمة فضيلة الدكتور محمد أحمد حامد من علماء وزارة الأوقاف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا بد للإنسان المسلم أن يغتنم هذا الشهر الكريم هذا الشهر الذي جمع الله عز وجل لنا فيه صنوف العبادات العظيمة فهذا هو شهر القرآن والقرآن الكريم كتاب خير وبركة لكل من تعامل معه أو لكل من شرف بقراءته أو حمل أمانته القرآن الكريم صفة الله عز وجل وكلام الله عز وجل نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام فكان خير الملائكة نزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان خير الرسل نزل في شهر رمضان فكان خير الشهور نزل في ليلة القدر فكانت خير الليالي نزل على خير أمة أخرجت للناس فإن الإنسان منا ينال عزه وشرفه وكرامته بتلاوة القرآن الكريم يقول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون يعني فيه شرف وفيه رفعة وفيه حياة القرآن الكريم حياة الله عز وجل يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الإنسان عندما يقترم بالقرآن ويلتصق بالقرآن الكريم ويقرأ القرآن الكريم في رمضان وفي غير رمضان يتشرف بأنه يتلو كلام الله عز وجل يستمع إلى الله عز وجل الله عز وجل يتكلم عندما أريد أن أسمع الله عز وجل وهو يتكلم أقرأ القرآن الكريم الله عز وجل يتكلم ولا يكفينا من القرآن الكريم أن نقرأه ولكن القرآن الكريم نزل لنتدبره ولنعمل بآياته وأحكامه ولذلك الإنسان عندما يتعامل مع آيات القرآن الكريم يرى نفسه في القرآن الكريم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أين أنت عندما تقرأ آيات المتصدقين آيات المسبحين آيات المذكرين آيات الذين يقومون على الناس ويعينون الناس آيات الإيمان آيات الإخلاص عندما يخاطب الله عز وجل ويتكلم أين وقع كلام الله عز وجل على قلبك أنت تقرأ القرآن في رمضان وتقرأ القرآن في القيام وتقرأ القرآن أناء الليل وأطراف النهار أين وقع هذا القرآن على قلبك الإنسان بصير على نفسه الإنسان يستطيع أن يعلم من نفسه الخير والشر لذلك ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا ولم يتركنا إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه الإنسان الله عز وجل رقيب عليه رقيب عليه في كل أعماله وأحواله وفي كل حركاته وسكناته ولذلك حتى يطمئن الإنسان لابد أن يكتفي بالله عز وجل بمعنى أن الإنسان الذي يعول على الناس إنسان يتعب نفسه طب هل رأاني الإنسان في هذا الموقف طب هل رأوني في كذا هل فعلت كذا أما الإنسان الذي يعول على الله فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه مؤونة الناس وأعلم أن الذكرى وأن الشرفة وأن البقاء من الله عز وجل الإخلاص يعني يجعل الإنسان باق ويجعل الإنسان مسموعا ويجعل الإنسان يعني مقربا من الله يكفيك أن الله يذكرك والله عز وجل يقول وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكِ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك الذي يتدبر في هذه الآية الكريمة عدد الرسل المذكورين في القرآن الكريم قليل الرسل ألاف طيب لماذا الرسل الذين لم يذكروا نحن لا نعلمهم والله عز وجل يعلمهم قال ومنهم من لم نقصص عليك العبرة ليست بأن نقص عليك العبرة ليست بأن نقول فلان وفلان وفلان يكفيهم أن الله يعلمهم يكفيهم أن الله يعلم أنهم بلغوا وأنهم أدوا الرسالة وأنهم أدوا الأمانة يكفيهم هذا ربنا سبحانه وتعالى يكفيك الله عز وجل يكفيك لأن الله عز وجل هو خالق الكون ومسير الكون ورب الكون والرجعة إلى الله عز وجل فلا تعول إلا على الله ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يحكي لنا المواقف دون أن يذكر الأسماء وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ما اسم هذا الرجل؟ مش مهم ليس مهما أن يذكر الاسم ولكن مهم أن يذكر الفعل حتى أقتدي وهذا الرجل عظيم عند الله عز وجل يعني ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر في سورة يسين كذبوا الرسل فعززده بسالس يقول وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدوا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون إلى آخر الآيات أدى رسالة الأنبياء وبلغ مع الأنبياء وعمل عملا طيبا مباركا استحق به أن يذكر في القرآن الكريم ورغم ذلك نحن لا نعلم اسمه ليس مهما أن يذكر الإسم ولكن ذكر الفعل وهو رجل عند الله عز وجل عظيم وله مكانته وذكر في القرآن الكريم وحتى أقتدي أنا به حتى أعيش على هذا أن أفعل لأن الله عز وجل القيمة الإنسان أو قيمة الخلق بما يفعل وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداءه عندما فعل هدهد عمرا عظيما خلده القرآن الكريم وذكره عندما فعلت النملة قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطبنكم سليمان وجنوده عندما فعلت امرأة أمرا عظيما ذكرها الله عز وجل وجعلها مضرب الأمثال ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران عندما يقوم الإنسان بعمل طيب عمله هو الذي يقدمه وهو الذي يجعل له مكانته عند الله عز وجل رمضان شهر المراقبة رمضان شهر المراقبة لنعلم أن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا يراقبنا ويراقب أفعالنا ويراقب أعمالنا ويراقب كل حركاتنا ليجازينا على ذلك سبحانه وتعالى خيرا إذا أخلصنا النية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إذا أخلصنا وإذا علمنا ذلك كان لذلك الجزاء العظيم عند الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في رمضان وأن يجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد حامد من علماء وزارة الأوقاف المصرية والشكر موصول لفضيلة الشيخ محمد كثاب من علماء وزارة الأوقاف المصرية شكرا جزيلا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الندوة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي وكانت تحت عنوان رمضان شهر المراقبة إلى لقاء آخر يتجدد إن شاء الله تعالى حتى ذلك الحين دمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته